موسيقى اليوم نوقع اتفاق اعتبره تاريخي اللي اولا جاء بعد اربع اجتماعات ماراتونية وكانت شاقة وعسيرة واللي وضعت فيها النقابة التعليمية الأربع منها الجامعة الوطنية للتعليم ميل في مطلابي اللي عنده ارتباط بالأثار المالي اشتغلنا بوحد النوع من المسؤولية وبروح المواطنة للهدف الاساسي منها هو اعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وبطبيعة الحال اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية عمليا على ماذا تم الاتفاق؟ تم الاتفاق اولا على تحسين الدخل وهذا اهم شيء للمقدار ديالو 1500 درهم على سنتين تبتدئ من 1-1-2024 والشقتاني في 1-1-2025 بالاضافة الى هذا كان مجموعة من اتفاقات اللي مرتبطة بعدد من الملفات الفئوية يمكنني نذكر البعض ديالها وهو انه تعويض لأساتيدة سيكتاني لقدار ديالو 500 درهم تعويض اخر بالنسبة للفئة اللي هي مهمة في القطاع وهي ديال المساعدين الاداريين والتقنيين 500 درهم ايضا بالنسبة للناس اللي وصلوا خارج السلام في الدراجة خمسة عندهم 1000 درهم بالنسبة للهيئة الادارة التربوية المتصرفين التربويين عندهم ايضا تعويض لأ 500 درهم وعدد من النقاط اللي هي مهمة اللي الاساسي فيها كانت مننا واننا نكونوا ان مخيبناش انتدارات نساء ورجال تعليم وعدنا اليقين بان هذه القرارات هي مرتبطة ايضا بالجولة التانية اللي غدي تكون ابتداء من الأسبوع المقبل واللي غدي تكون فيها مراجعة النظام الاساسي غدي تراجعوه من المادة واحد حتى المادة 98 على اساس ان هناك بعض النقاط الخلافية اللي غدي تكون تجاوز ديالها من اجل ان تعود للمدرسة العمومية استقرار ديالها ان يعود ابناء الشعب المغربي الى المدارس وان يعود ايضا الاساتي دا ايضا الى اقسامهم